كما عقد وزيره الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي جلسة مباحثات تنائية وموسعة مع نظيره السريلانكي علي صبري بمقر وزارة الخارجية واستعرض جانبان الحرب الجارية في قطاع غزة وجهود مصر من أجل التوصل إلى اتفاق تهديئة بالتنصيق مع قطر والولايات المتحدة فضلا عن مستجدات الأوضاع في منطقة المحيط الهادي والجنوب الأسيوي